نرجم السادة المستمعين لبرنامج نهجة تريبيونال على إيافام والإنفوس هم رهيفة أنه البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقاع عصاد ما بنسبة لهم ونزيد ونوصيهم أثناء الاستماع لبرنامج نهجة تريبيونال على إيافام ما يكونوش مسحوبين بالأطفال متاعهم نهجة تريبيونال على إيافام مرحبا بكم في الموسم الخامس من برنامج نهجة تريبيونال وقضية اليوم صارت أحداثة في منطقة اللواز الفرنسية الموجودة في شمال العاصمة باريس على وعد 30 كم تقريبا ما هو الوقت ما هو الوقت ما هو الوقت 75-03-RC-60 الوقاية متاع هالقضية بدأت النهار لربعة واحدة في ميال 1978 في منطقة اللواز كما قلنا لكم ومع ماضي ساعتين ونصف متاع الصباح دورية متاحها رسل قاد كرهبة من نوع بيجو سانك سونكات على حافة الكيس وبالتحديد في مفترقة طريقة اللي ما بين ريباي وسا ماكسيمان الكرهبة هذي القاو البلار متاع الباريبريز متاحها القدامي مضروب بالكرتوش تضرب رصاستين على الأقل وثلاثة كرتوشات من تالي في المال متاحها وفي الكالوندر في وسط الكرهب الحرس القاو ديدوي أغماد متاع رصاص ورجعوا أنه قاعدت لقهم بسلاح أوتوماتيكي القاو زادة محرمة متاع خشم مبلحتة بالدم مجموعة متاع أوراق محتوتين في ملافات ومعهم انسيرانك حقنا وخلينا نقولوا زريقها فيها انسيداتيف مهدئ متاع عصاب ومع هذا الكل خريطة مفصلة للمنطقة عليها برشة علامات مكتوبين بالفاتر العمر انطع واحد جمر مواقع معينة يقول القايل اشتعملها كالكرهب هذه كغادي وينهم اللي كانوا فيها واشكون هتلق عليها النار أول حاجة تبادرت الفهن الأعوان اللي قاموا بالاكتشاف هذا أنه الحكاية ربما عندها علاقة بعصابات إجرامية متخصة في السطوع البنوك لبركاج لبانك ويمكن زادة أفراد متاع عصابة من العصابات دخلوا في خلاف مع بعضهم وتقاتلوا وهذه ما لها إلا تخمينات فرضتها المحتويات متاع السيارة وخاصة هكا الخريطة في تويتر هالأحداث الأعوان اتصلوا بقاعة العمليات واعطاوهم الرقم المنجمي متاع سانك سون كات بش يرجدوهم على مولها وما بتاووش برشة وعرفوا أن السيارة هذيكة هي متعمرت زميلهم حرس من منطقة لاصوم اللي تبعت تسعين كيلو متر على مدينة الواس الكرهبة بتبيعة تسرقت وسبق أن مولاتها عملت فيها بلاغ ولهنى شرطة كري هي اللي تكلفت بملف القضية وانطلقت في التحريات في مجرية هالأحداث وشهرين بعد اكتشافها كالسانك سون كات وبالتحديد انهار لحد 23 جويلة 1978 فتاة اسمها كارين كروبيون عمرها 19 سنة مروحة لدارهم مع نص الليل بعد ما عملت بارتي سينماهية وصحابها وكي كل واحد منهم شد ثنيتو والطفلة هذي بالذات الطريق متعمرواها باش يكون منشيرة بونسانت ماكسونس الكياس اللي بش يوصلها جافي طلعا والدنيا كانت وقتها فارغة وظلان بتبيعة الحال فشأة ضوف نارات متع كرهبة ضربوا في الكياس وفي المادة اللي تمشي عليها كارين هي ما حبش تتلفت وتصورت انها سيارة متعدي على روحها لكن حست بكرهبة نقصت من السرعة متاحة ووليت وراها تتبع فيها خطوة خطوة وذوب ما خلطت للمستوى متاحة السائق عبق البلار اللي منشيرت البساجي اجبد فرض وبدأ يتيري في الكرتوش في التجاه كارين على بعضه من أنطاف الليه ما جيت فيها حتى كرتوشة والقاتل وقت بشتهرب شوية ومن حسن حظها ما كليتش عيال قاتل لكن أثناء هروبها جيت فيها كرتوشة شقتلها الفارغة عسيقها لين المسكينة تاحت وقامت تسيح وهكا السيدي بتاع الخره بعمل دماراج أمريكا أوتار تيران في تواتر هالأحداث الأمنيين وصلهم لخبر وأسحفه كارين وألقاه عليها بعض الأسئلة فيما يخصها الشخص اللي اعتدي عليها تعرفش أوصافه ولا سجلتش الرقم المنجيمي متع كرهبته كارين قالت لهم اللي هي ما نجمتش تشوف الرقم المنجيمي لأنه الدنيا كانت في ظلام لكن عرفت أنه السيارة هي من نوع رونودوس بالنسبة الأوصاف المعتدي قالت أنها ما تمكنتش بش تثبت في الملامح انتعوه لكن حسب قوالها الوذنين انتعوه كبار برشا في مجرية الأبحاث ومن الغدوة يعني نهار لثنين 24 جويلية ومش بعيد على منطقة الشرطة عساس متعبالاس القاكرها برونودوس لونها بوردو القاها ويغفى قدام مدخل العمارة ومسكرة جزء كبير من الكيس أشكونو المجودر اللي حطها لهنا وطول مشا يثبت فيها شي حد ربما يستنى في ساكن بش يعبط له من البلاس لكن لقاها فارغة ولهنى خطر له بش يحلها ويشوف ومدي ديه للبواني بتاع كالكرهبة ويجبدها الحاصل الباب من زال ما تحلش وكالكرهبة ترشقت في وجهه انفجرت انفجار كبير لدرجة أنها شيعته أمطار متالي والنار خطفت فيه ولو كان مشاك الناس اللي كانوا موجودين غادي يجي وهيجري ولقفوه راهم شاف حم بتبعت الحال خلطت الامبيولونس وهزوها على جناح السرعة للسبتار الأمور بالنسبة للأمنيين ما عادش فيها لعب لأنه الشي ولا صحيح وفي ظرف أسابيع هاك المناطق اللي ما كان يسير فيها حتى شي والتي تتسجل في اعتداءات وأحداث غريبة والأمور اتطورت من محاولة القتل السيارة مفخة أشنية هالحكاية؟ إجرام وحرب عصابات وإلا إرهاب إلا كان يحرب عصابات هكا العساس المسكينة شا مدخله لأنه رصات له في الإنعاش وفي قسم الحروق البليغة ومنع منها بمعجزة لكن بعد شنوه؟ بعد ما تشوه بكله من رأسه السقيه في المرحلة هذي من الأحداث الخوبة رامت على المتفجرات اللي عاينوا السيارة قالوا أن العبوة اللي وقع استعمالها هي إن بوم بارتيزانال يعني قنبلة تقليدية مصنوعة من مبيد حشائش إن ديزير بوم والكرهبة هذيك اللي انفجرت ظهرت مسروقة وعلى ملك فلاح من هكا الجهة الحادث هذا بتبيعة الحال باش يعمل ضجة كبيرة وحالة من الرعب مش كان في المنطقة اللي صارت فيها لكن في فرانسا بكلها اللي في هكا العوام يعني في سبعينات القرن الماضي ما كانتش متعودة على العمليات الإرهابية كما اللي يصيروا في أياماتنا هذوم والمعطى الآخر هو عدم امتلاك الشرطة والحرس للتقنيات الحالية اللي يتمكن من اقتفاء أثر الإرهابيين وإلا المجرمين خاصة وأنه قنوات التواصل مبينة الأمنيين شبه منعدمة في داخل السلك بكله مبينة في رقب أنواحها الذولة كل فرقة تلعب على ضربوها زيد معهم غياب التقنيات الاتصالية أغلب القضايا تمشي في طي النسيان وتبقى بلايش حلول السيد اللي بحفو أحكي عليك السيارة الرونو المفخة وأعطاه اسم العساس جون جاك فيربيك وزيد أحكي عليك التفلة كارين كروبيون واللي صار لها ليلة اللي روحت من السينيما يعني نهار لحد 23 جويلية ومن جملة ما قال في الرسالة أمتعه تفلع مرها 17 سنة مروحة تترنع في عقوبات اللي يلي وتستفز في خلق ربي هذا هو النوع اللي نموت عليه أنا قاتله بش نقتل ونزيد نقتل وكارين تعرفني مليح أما مستحيل بش تتذكرني والمرة الجاية بش نجمر طول في القلب مش في السقين هذا هو ملخص لكلام اللي جاء في الرسالة هذه الغريبة رئيس منطقة الشرطة أعرضها كالرسالة هذيك على الأخصائيين وواحد منهم قال اللي هو تبهر بالكتابة والخط متع الباعث الخط مستوي ومذيف وما فيه حتى غلطة لغوية برشة ثقة في النفس وخاصة استعمال أرفاض وجمل يستعملوهم في العادة الأمنيين كما الجملة مثلاً اللي يصف فيها السيارة اكتب رونو دوس حمرة تحمل رقم منجي 139 خر 3 كو جي 0 2 وبنفس الطريقة ليتحرقوا بيها المحاضر أو التقارير عند الأمنيين في مجرية هالأحداث الحكاية مفاتش لأنه ثلاثة شهر بعد الرسالة هذي وبالتحديد نهار 16 نوفمبر 1978 مع ثمانية متعليل في منطقة اسمها فيتس جامس وباقي نحنا في منطقة الواز مرأة اسمها بريجيت كورات تخدم كاثبة في البلدية متعدية بالبسكيلات متاحها وفجأةً كرابة سانكسونكات كابريولي اتعمدت بيش تطفرها وتدزها وتضربها وتطيعها المرأة لولا بريجيت قامت وعاودت خذات بسكيلاتها وشدت اثنية لكن نفس الكرابة زيت تخلطت عليها وضربتها وجبتها ملتوخة على الكياس المسكينة قامت فيها كليلة سيح وتعيت وفزعت الناس السيد عمل دي ماراج وعجالي زاريتت ومخلا وراه كان ريحة الكواتش والمحروق في تواتر هالأحداث ونهارين بعد هالحادثة هذي يعني في 18 نوفمبر عون متحارس اسمه آلا لامار كان في دورية مع جندي من هكا ليختاروهم وقت الشدة بش يعزوا الأمن وفجأة عينو جيت على كرهبة 504 كابريولي بجنب بلانغار متع أوريلا فيل معناها باخي في شيرة الواز عون الحرس ألا لامار اطلب من هكا الجندي بش يحلها ودوب ما حت يدو على القوانيو بش يحل وهكا الكرهبة انفجرت علي حبقتوا وجهوا يدي ومشاه في حالة اختيرة للسلطار وأكيد رقم فهمتوا أنه سيارة ثانية مفخة معناها الأمور مايش بش تقف والشي على ما يبدو بش يزيد ولهنا ولاتش حالة استنفار كاملة في فرنسا واجتماعات مغلقة في مناطق الشرطة وفي الداخلية وفي رئاسة الجمهورية وحتى من رئيس جيس كارديستا ادخل في العجة أشكون وهالمجرم أو الإرهابي اللي عنده مدة مروع منطقة الوازب كلها زعم هالعمليات ومحاولات القتلة اللي صارت منفصلة على بعضها وإلا شخص واحد هو المسؤول عليها زعمه هو نفسه اللي حاول يقتل العباد ويفخخ السيارات وإلا أكثر من شخص يعني زوز أشخاص منفصلين وافترضوا أنهم علش ما يكونوش عصابات أو مجموعات إرهابية زادا الأسألة كثرت ومعها الاستفهامات والشي ماشي ويزيد في مجرية الأحداث متعدات الجمعة وشخص تخلي المكتب بريد في أوري لافيل حاتت فلار على خشم وفمه بش ما يعقلوهش استغل فرصة أنه المكتب كان فارغ ويعرف اللي فيه موظفة واحدة دزك الباب البراني وسكره بعد ما تخل وش بد فردو هدد بيها كالموظفة قال لها هاتش عندك في الكاسة ما كانش الكارتوشة نحط هالك ما بين عينيك وكالموظفة المسكينة ما كان عندها حتى حل جبدتلو الفلوس الكل اللي كانت موجودة ومدت غملو هو بتبيعة الحال عبا مكاتبو وطار تيران ووقتها جاءوا على جناح السرعة وسألوها هي وبعض الناس اللي كانوا موجودين في محيط البوستة لكن ما تحصلوا على حتى شهادة يمكن توصلهم للتعرف على السارق هالمرأة هذه الموظفة كما قلنا لكم كانت مربوثة لكن في سعمة دير كتوقت اللي سألوها على أوصافه وذكرت معتا عنده قيمة كبيرة برشا في قضيتنا قالت لهم انه السيد اللي براك البوستة عنده ميزة خاصة ايش نية هالميزة قالولها؟ قالت لهم واذنيها كبار برشا يعني نفس المعلومة اللي اعطاتها هيك التفلة كارين اللي كانت مروحة بالسينما ومنعت بالروح من الكرتوش متعك المعتدي ولهنه الخيوط بالنسبة للشرطة بدت تتربط والعمليات هذه بدت تتنسب الشخص واحد بما فيهم السيارات المفخة وبما انهم لقاوا بسامات على الكونتوار متع البوستة وطلعت مطابقة للبسامات اللي لقاوها على السنكسونكات المضروبة بالكرتوش وكيف كيف عليك السيارة الاردوز اللي اترشقت فارضيت انه بولوذنين هو صاحب العميل الكل بدت تفرض في روحها عند المحقين فيها المرحلة هذه من القضية ونهار الجمعة 1 ديسمبر 1978 طفلة اسمها يولون درافيرسكي عمرها 19 سنة وتخدم سيرفوز وهي تعمل في الوتوستوب وقفت لها كاره بسيط روين زرقة من نوع جي اس الباب تحللها وهي طلعت وعليها رصاص طول في الزرقة يولوند طاحت وجيت على الباكوتي وجاء بربي الحشيش خفف من تيحة من تيحة وعليش ما تقولش في نفس النهارة داكة وفي الارود دي زاجل طريق النصور اللي جاء وراء مركز الخيول المتحشان تيي واحد متعدي بكرهبته وشاف يولوند ملوها على الباكوتي ودوب ما فهم انه الحالة من تيحة في اختار اعلم الامنيين وتم اسعافها ونجم التحكي للشرطة وقت اللي خلطوا بها الاسبيتار عالشي اللي صار لها يولوند رافيرسكي ضربت برصاصة في زدرها من ايار تسعة مليمتر يعني نفس الايار اللي يستعمل فيه بلوذنين واللي وله محل كل الشكوك الامنيين سألوها بثبيعة الحال كما سابقاتها وقالوا لها تتذكرش يا ملامحو يولوند قالت لهم وذنيها كبار وهذا هي اخر كلام قالتو المسكينة لانو ما كانش عندها الظهر الرصاصة اللي تلقاتها خلفت لها نزيف حاد وما جات الخمسة متع العشية الا ما صاحب الامانة هالزمانتو اتوفت فيها تطور هاذا من القضية ونهار تسعة وعشرين ديسمبر الف وتسعمية وثمانية وسبعين مع نص نهار تقريبا سينك سونكات خارجها من مدينة كومبيان وبابها تحل فجأة وتاحت منها مراه ومشيت طول تتكركم للباكوتي وما وقفتها كان شجراء المراه هذي اسمها أوندري بواري وبالمسلت واحد ما تعدي من الغادي وفي باله اللي هي ماتت لكن القاها مزالت عايشة تتنفس رغم كان راكراكم طع الدم اللي كانت تحتها أوندري هذي عمرها تسعتاشن سناء وكانت تعمل في اللوتو ستوب وبعد ما تم اعلام الشرطة واسعافها هالطفلة هذي أوندري بواري قالت لهم اللي هي كانت تعمل في الستوب ووقفت لها كرامة سينك سونكات خضرة فيها شبيب محجم ونضيف ولبس مليح طلعت معاه ودوب ما مشى بيها قال لها بش نوجعك هي المسكينة ما تفهمتوش وبالوقت تغشمها على وجهها بيد وغشما اللي هي شعرة لطير لها سنيها وكي جاء تتحاول مش هداف على روحها زي دغشمها مرة أخرى والمسكينة ما تقارب تحل إلا أنها تحاول مش تحل الباب ووقتها جبت فرد وتخلى عليها بالكاتوش لكن في الأثنان باب تحل وطاعت وهذا ممنعش أنها تلقعت رصاصة دخلت لها في العمود الفقر يمتاحها أندري بواري المسكينة منعت ما متتش أما تحكم عليها تعدي بقية تحياتها على كرسي متحرك ولهنا من غير ما نقولولكم أن الدنيا خاضت خاصة وقت اللي التفلة هذه قالت أن السيد اللي يضربها وإذنيه كبار وأكبر من وإذنين القاضي فيها التور هذا الدق وصل الدربالة ورسات الوزير الداخلية بنفسه يباشر في التحقيق وكيما أسبقوا قناركم البصامات متاع الجاني وقع جمعها أكل يدوي متاع الكارتوش يعني الأغمدة كيف كيف ومن الأوصاف اللي أدلوا بها الضحايا متاعوا لأسحفهم الحظ ومناتوش اتمكنت الشرطة متحصل على رسم تقريبي أمبورتري روبو ووزروها على المصالح متاحهم الكل الرعب واللي أشده في منطقة الوازو في باريز خاصة أنه عمين التالي قاتل متسلسل اسمه مارسيل باربوت عمل بعماله اقتل سبع نساء وراجل وعنده ثلاثة محاولات قتل أخرين في سيجله ما بين 1969 و1976 الناس الكل تذكرته وخافوا أنه قاتل متسلسل جديد أعرف منه أو حش منه ولا يتحرك ويحوم في منطقة الواز ومعجة ورها فيها المرحلة هذه وباش ما نفوتكمش بالحديث خلينا نقولوا أنه من اللي انطلقت الأحداث كانت الشكوك ومتاع فرقة الشرطة العدلية بمنطقة كراي موجه الواحد يخدم في الأمن يعني بوليس أو حرس اسبب فيها الشكوك هذوم هي الرسالة اللي تبعثت لمنطقة الشرطة واسبق أنواحكينا لكم عليها مفتش اسمه دانيال نوفو كلفوا وقتها رئيس المنطقة باش يتعاون مع أخصائيين في الخط دي جرافولوج وبتبيعة الحال باش يحصر الملامح متع شخصية اللي بعثها الرسالة ولهنا دانيال نوفو اخطر له باش يوري هكا الجواب لمرتو وقال لها شوف المجرم شبعث العارفي مرتو قرأت هكا الرسالة هذيكا وقالت له طول هذي كتيبة متع واحد حرس رجلها بدأ يضحك عليها قال لها شنوة ولي تتدقز لكن مرتو قالت له نحكي معك بجدي وكلمة هذي كتيبة متع حرس ما قالت هاشا كاكا لأنه هالمرأة هذي كانت تخدم مسؤولة على الكاس في سوبر مارشي ومن جملة الأشياء اللي لاهية بها هي الدفوعات والشيكات بدون رسيد اللي جي من طرف الكليونات والمطالب اللي قدموها بش يطلبوهموه لم تعدفع وبتبيعة الحال عندها برشة من المطالب هذهم ومن بينهم اللي كاتبينهم أعوان متع حرس وكي شافت الرسالة هذيكة اللي ورها لها رجلها ذكرتهم دانيال نوفو رجلها من اللي والمعطاش أهمية لكلام مرتو لكن بشوية بشوية بدايقتنع بكلامها في مجريات الأحداث والبحث على أبو الوذنين وفي نهار من نهارات واحد كان ماريشال ديولوجي في الحرس شاف البورتري روبوم تعبو الوذنين اللي وراوها في التلفزة وبقى يثبت فيه وقال هلك منطر وهذا نعرفه لكن وين؟ وين ريتو؟ ومن غدوة مرتو شافت زادة نفس التسوير عن تعبو الوذنين في جريدة لباريزيان ليبيري ووقتها قالت الرجلها مش هذي يشبه الألاء لامار؟ هي دوب ما قالتها ورجلها تنطر تنطيرا واحدا قال لها هو بيدو ألاء لامار فولة وتقسمت على وذنين كيفاش غاب عليه ومع قلتوش وين نقول وين ريتو؟ ومن وقتها تربطت الخيوط الكل وبولو اذنين والليت عندو أخيرا هوية اطلع حرس ويخدم في فرقام تحيراسة وتدخل اسمها البلوطان دو سورفايانسي دانترونسيون دو لاجندار مري باختصار البسيك عمرو 23 سنة وعرفو المباشر استماتل آخر لحظة في الدفاع عليه قال لهم أنو ألا لامار هذا من أحسن الأعوان اللي عندي ومستحيل باش يكون عمل لهذا الكل فيها المرحلة هذي يلزمكم تعرفوا أنو التعليمات اللي جات للحرس وللشرطة أنهم يقولوا حتى كلمة للأعلام ولا يكشفوا على الهوية متعبول وذنين حتى لين تكمل التحريات الكل ويعملوا خطة محكمة باش يشدوه لأنه أولا مسلح ثانيا متدرب في الحرس ومن ألمع الأفراد اللي عندهم وثالثا نذكي برشا وإذا كان عرف اللي هو ما فاقوا به ربما يقوموا بجرائم أخرين أشنع بالنسبة للأدلة المادية الكل واللي تدين بول وذنين يعني آلها لامار وأولهم البصمات اللي طلعوا بكلهم ممتعوا وزيد السلاح اللي وقع استعماله يعني البيرتة نف ميليمتر معروف أنه هو السلاح اللي يعطيوها للحرس موش للشرطة أو للقوات الخاصة فوق من هذا الأوصاف اللي تحتات الكل هو ممتعوا وأولهم كل وذنين الكبار اللي ما عنده فين يهرب بيهم ولا يخبيهم فيها التور هذا من القضية يلزمكم تعرفوا أنه بول وذنين يعني آلها لامار كانت عنده برشة مشاكل عاتي ببرشة شيكات بدون رسيد وقال ببرشة بيت في فلوسهم وفوق هذا ودونه بالبصمات امتعوا وعرفوا اللي هو قام بعدة سارقات بالخلع ومحاولة سارقات وبالنسبة للاحتداءات اللي قام بيهم وقت اللي ينشقوا مبين مراكز الشرطة بتاع منطقة الواز نلقاوا بول وذنين عنده احتداءات أخرى في سيجلو ودي ما يستهدف الفتيات الحاجة لإضافة الملف الإذانة امتعوا هي تطابق الجرائم والعمل امتعوا يقوم بيهم في الأوقات اللي يبدأ فيهم مرتاح معناها ما هوش فوق السيرفيس والمحاقين تبعوا لامبلوا ديوتون امتعوا يعني جدوا الأوقات تبعوه بالتدقيق في العامين اللي فاتوا وقاوا أنه الشي اللي صار بكله في الليامات امتع العطال امتعوا وفهموا اللي هو كان على علم بالتحركات امتع زماله الكل وبحكم انتماءه للحرس في باله بيهم وين متمركزين ويعرف لبراج امتعهم ويسمع في مكالماتهم ويقرأ زادة في التقارير وبتبعه بحكم أنه باشر في خدمته يعرف كل شي وهذا هو ليسهلوا المأمورية امتعه وخلاه يفلد في كل مرة من قبضة البوليسية او من زملائه في مجرية هالأحداث المعلومات اللي بش تستكمل نهائيا التحريات جاءت نهار 17 مارس 1979 من عند دورية متع بوليسية سياريس الدورية هذي وقفوا بولوذنين يعني ألان لامار في كرهبة مذخمة برشة على ملك وزير سابق بولوذنين عديها عليهم معتهمش الهوية الصحيحة مطيعوا قالوا لهم اللي هو واللوذير وما فاقه كان من بعد أنه الكره بهذه كمسروقة إلا بعد ما جاهم البلاغ لكن الأوصاف اللي اعطاوها هي نفسها متع علان لامار بولوذنين الكبار واللي ما كانش في باله أنه الشرطة عرفت اللي هو مولى لعماية للكل وباقي عنده أمل أنه يفلت منهم لكن في المرحلة هذي جاء القرار متع إيقافه عن العمل واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أي ردة فعل عنيفة أو جنونية منه وصادف أنه القرار هذا إخداوه وهو في إيجازها المرحلة هذي سرق كرهبة متع سفير مرة واحدة وطاحت به غمبان وشافته دورية متع حرس خلطوا عليه ووليت شي مطار ده وهما يجريوا وراه وبقى هارب منهم حتى لندخل في غابة ومنها لصبخة وهما في جورتو الدنيا لكلها فلاوها فليان عليه وملقه شي جابوا بعزيز وشي أرضه كانت له بلعها لكن تصوروا شو هو اللي أعمل بالجورنين بشفلت منهم أهبط في هكا السبخة كسر قصبة من الاخصبة اللي نابتة على حافة الماء واختص بكله واستعمل هكا القصبة هذي كبش يتمفس معناها فازم تاع أفلام هم أعمل هات في تواتر هالأحداث ودوب موفاة الإجازة متاع بولوذنين يعني أنا لمار ارجع للفرقة متاعه وكأن شيئا لم يكن وما كانش كما سبقوا قنانكم يعرف اللي هما فاقوا به أو على الأقل أنهم حتوا اسم على مسمى زملائه قالوا له أنهم بش يمشيوا في مهمة وبولوذنين هز السلاح الرشاش في سيارة كان يسوق فيها واحده ودوب ما خلته للمنطقة اللي تفاهموا بش تنطلق من هالمهمة أهبط بالكارهبة ووقتها فاق أنه زملائه نصبوله كمين بش يبعدوه على مناطق العمران ويوقفوه قالوا للمارجة بش يرجع لك الكارهبة ويجبد السلاح الرشاش لكن الأعوان فيه سعما توقوه وهو حاول بش يجبد الفرق متاعه لكن بعد تراجع لأنهم كانوا برشة ومستهيل بش يفرت منهم ووقتها سلم روحه شيف ونبا اولا كيس كو فات في نهاية الأمر اللي يلزمكم تعرفوه أنه بلوذنين على الأمار ما أنكر حتى تهمم التهم المنصوبة لي أحكي على كل شي جملة وتفصيلا أما حتى واحد ما كان ينتظر أنه المحاكمة متاعه بش تتحول المعركة متع أخصائيين نفسانين التقارير اللي عملوها لبسيكياتر بكل ترفع عليه كل مسئولية جينائية السيد ردوه غير مسئول جينائيا وبالتالي ما تحكمش حولوه الوحدة متاع الأمراض النفسية المستعصية الـ UMD وبقى فيها حتى العام 2011 ومن بعد بعثوه المستشفى آخر متاع أمراض عقلية في مسقط رأسه يعني في البات كالي وإلى يومنا هذا يعيش غادي أما عنده الحق يخرج من المستشفى ويختلط بالعباد لأنه حسب الأطباء الحالة مفعت حسنت في نهاية القضية خلينا نقولوا أنه يحرز له اللي جاء أمني ولو كان هالأعمال هذوم قام بهم مواطن آخر راهم بعثوه ورماوه مدى الحياة في غياه بالسجن لكن ألا لامار بولوذنين وقفولوا فيها الزملاء يعني أنصر زيك ظالما أو مظلومة نهجة ريبيونال قضية اليوم نص عماد بن حميدة على إيفان إيفان توجه في نهاية القادمة اشتركوا في القناة